قواعد اللغة الفرنسية من الحاجات المهمة جداً اللي لازم كل متعلم لهذه اللغة أن يتقنها ويستوعبها ويفهمها ويطبق عليها حتى يشعر بتحسن ويجتاز أي اختبار في اللغة الفرنسية بسهولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكو على قناة فرين شاوي مع وليد مصطفى وهقدم لكم في الفيديو ده مقدمة سلسلة قواعد اللغة الفرنسية للمستوى الأول للمبتدئين دلف آآآ اللي هقوله في الفيديو ده وفي السلسلة دي مش هتلاقيه موجود بالشكل ده على أي قناة على يوتيوب أو على أي موقع مجاناً فأرجو أن تتركز معي كويس جداً لأنه بقدم لك حاجة إن شاء الله هتستفيد بها كويس قوي لو ركزت في الكلام اللي هقوله ونفذت التعليمات اللي أقولك عليها بالحرف أولاً القواعد مهمة جداً في اللغة بس السلسلة اللي أنا بعملها دي مش بس متعلقة بالقواعد أنا هتديك القواعد بمنظور جديد خالص إنه هدرسلك القاعدة تقريباً في 10% بس من الفيديو وباقي الفيديو كله هيكون تطبيق وحل واكتساب معلومات ومرادفات ومفردات كتير جداً في اللغة يعني إيه؟ يعني مش هقولك القاعدة بس وخلاص وسيبك ومشي لا ده أنا هتديك القاعدة في 5 دقايق أو في 4 دقايق أو في 3 دقايق في أول الفيديو لأن بقيت الفيديو كله هيكون حل تطبيقي على هذه القاعدة أنا مش بحل بس ده الحال ده هتضمن ركز معي في مهارات اللغة اللي قلت عليها في الفيديو اللي فات هتسمع فرانسي هتسمعني كويس هتتعلم معاني كلمات وأفعال وجمل هتنطق وبعدين هتكتب يعني المهارات الأربعة للمفروض تتعلمها في أي لغة واللي هتمتحنها في الامتحان النهائي في الدلفاء 1 هنطبقها كلها وهنمارسها كلها في إطار الكورس أو في إطار الكوردو جرامار اللي أنا بديها لك دي إذن هو ليس كوردو جرامار بالمعنى الحرفي أو بالمعنى التقليدي آه هو اسمه كوردو جرامار العنوين بتاعته جرامار ولكن إحنا جواه بنتعلم بنتعلم قراءة بنتعلم écouter الاستماع بنتعلم parler بنتكلم وكمان بنتعلم écriture المهارات الأربعة للغة هنمارسها وهنطبقها وهنطورها إن شاء الله في إطار السلسلة دي إيه هي الدروس اللي هندرسها في السلسلة دي؟ الدروس اللي هندرسها في السلسلة دي مدرجة وفق المستوى الأول للمبتدئين اللي هو مستوى الدلفا آآآ وفق الإطار أوروبي المرجعي العام للغات ده زي ما قلت في الفيديو اللي فات إطار على مستوى الأمم الأوروبية كلها اتفقت وحطت خطط معينة ومراحل معينة لدراسة اللغات الأوروبية وأي حد عايز يسافر لأي دولة من الدول دي بلازم يتم اختباره والاختبار المستوى الأول بيكون اختبار الدلفا آآآآ بالتالي لما تكمل معايا السلسلة دي من الأول للآخر وتنفس كل التعليمات اللي فيها إن شاء الله تدخل أي امتحان وتقدر تتفوق فيه في الجزء الخاص بالجرامير ومعايا شوية تفاصيل تانية زي ما قلت لك كده بتطور مهارة الاستماع وبتطور مهارة القراءة وبتطور مهارة الإكريتيغ وبالأساس مهارة الجرامير أو المعلومات اللغوية أو النحوية الخاصة بقواعد اللغة الفرنسية الفيديو ده لإنه مقدمة ممكن ناس كتير تهملوا ولكن الناس اللي هتهملوا هتأثر في حق نفسها بالتالي لازم تشاهد الفيديو ده وتركز فيه كويس جدا لإنه نحط فيه مبادئ وأسس هنتبعها وهتريحنا كتير وهتوفر علينا أسئلة كتير فيما بعد إيه اللي إحنا هنعمله في السلسلة دي أولا هنجمع كل قواعد اللغة الفرنسية اللي مدرجة وفق المستوى الأول في اللغة اللي هو آقع النقطة التانية أنا هشرح القاعدة بشكل مبسط جدا ومن غير الدخول في تفاصيل متعمقة لإن الحاجات دي لو أنا ما دخلتش فيها هتعرف على طول أن هي مؤجلة إلى المستويات الأخرى تمام؟ ثم هنمارس التطبيق أنا هكون هتطبق معاك في الفيديو على إجزرسيس كتير جدا والإجزرسيس دي مش كلام هلامي دي لغة دي لانج دي فوكابيولار كلمات أجكتيف صفات فارب أفعال كلمات استفهام إكسبخيسيون التعبيرات ثقافة عامة كل دي بوتقة بتدخل مع بعضها وتدخل في دماغة كده علشان تطلع لانج لغة بالتالي مش انت عرفت القاعدة في أول خمس دقيقة من الفيديو فاتسيبه الباقي انت خسرت كتير لان باقي الفيديو ده هو اللي هتتسيقل فيه أصلا القاعدة ممكن أقول لك بس خلاصنا دي ماسكيلان ودي في ميناء لكن انت هتجيب منين الفوكابيولار هتجيبه من التطبيق ده الفيديو طيب المحتوى اللي موجود في الفيديو الملفات اللي أنا بشتغل منها هتعلى طول أسفل الفيديو أو الكومنت أو أول تعليق تحت الفيديو هتلاقي اللينك على موقع فرنشاوي هتدخل على الموقع هتلاقي الكلام كله مكتوب وهتلاقي لينك تحمل من خلاله ملف بيدي اف من صفحتين أو ثلاثة في شرح الدرس اللي أنا قلت كله وفي كل الإجزيرسيس اللي أنا حلتها بعد اللينك ده هتلاقي اختبار أو امتحان هو هيكون عنوانه كويز هتدخل على الكويز بس ما تدخلش على الكويز إلا لما تكون مذاكر الدرس كويس وامتابع التدريبات علشان تدخل وتوريني هتجيب درجة كامل وياريت كل واحد يجيب درجة معينة يدخل في الكومنت يعمل لها سكرينشوت ويكتب هالي في الكومنتات علشان أشوف مستويات الناس واصلت لفين اللي أنا قلته ده هيكون متكرر في جميع الدروس وبكل مجموعة من الدروس هنعمل عنها اختبار شامل على كل اللي فات يعني كل خمس دروس خدنا خمس دروس أو أربعة هنعمل عنها فيديو كامل بنناقش أو بنعمل تدريبات شاملة على كل الدروس دي بأشكال مختلفة هنسمع وهنقرأ وهنكتب وهنطبق على القواعد دي وبرضو هتلاقي كل فيديو اللينك خاص به في الملفات تقدر تنزلها وفي الكويز اللي تقدر اللي تقدر تختبر نفسك من خلاله الجزء التاني من الفيديو ده هقول فيه يعني ايه لونج لونج ببساطة هي مجموعة من اللاتخ حروف فيها 26 حرف 26 حرف كل مجموعة حروف بيتجمعوا مع بعض عشان يدوني مو كلمة يبقى لاتخ تديني مو كلمات الكلمات دي ليها كاتيجوري ودي بقى اللي أنا لازم أقولها دلوقتي علشان هتنفعنا كتير جدا وإحنا بندرس بعد كده ايه هما او ايه هي الفئات اللغوية او تصنيفات الكلمات باللغة الفرنسية الحاجة الاولى من تصنيف الكلمات هو يعني مجموعة حروف مع بعض ليها نطق معين تصنيفها في الجرامير هي فعل والفعل ده بيعبر عن اكسيون او عن حالة يعني اما حدث او اكشن او حالة التصنيف الثاني هو الاسم الاسم زي اسماء خاصة زي وليد القاهرة لا فرانس باري ليجيبت او نو كومان اسماء عامة والاسم بيحدد شخص معين ونوعه وعدده لاغتيكل او الاداة لاغتيكل الاغتيكل بتسبق الاسم ويكون ليها معنى ووظيفة وغالبا بتحدد نوع وعدد الاسم اللي جاي بعديها ثم الصفة الصفة دائما بتصف الاسم بتوصف الاسم بتديله معنى اضافي البقناو الضمير الضمير بيحل محل الاسم يعني كان عندك اسمي بتشيل وتحطي مكان البقناو زي احمد او كلوب ايه او كلوب الزرفة او الحال وظيفتك ايه ظرفة او حال بضيف معنى على الفرب او بضيف معنى على الصفة او بضيف معنى على الحال اللي زي حرف الجر طبعا حرف الجر بيضيف معنى في الجملة بيربط بين كلمات او يؤدي معنى زي الى في فوقه تحت تمام نيجي بعد كده على كلمات العطف والربط بتربط بين الكلمات او تربط بين الجمل او تربط بين اجزاء معينة في الجملة زي الجزء الاخير هو هي حروف التعجب الكلمات او الالفاظ اللي الانسان بينطقها في اوقات معينة زي وقت التعجب او الخوف او اللهفة او المفاجأة كده اخدنا تسع فئات للكلمة تسع انواع للكلمة في اللغة الفرنسية هم التسعة دول اللي هيقوم عليهم كل شغل الجماغ ان شاء الله دي كانت حلقة المقدمة انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله مع بداية سلسلة قواعد اللغة الفرنسية شكرا جدا ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكراب للقناة وشير للفيديوهات لعل غيرك يستفيد شكرا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته